بلا حرج نرجع مستمعين الكرام من السياسة والأمور السياسية والأمنية إلى الورقة الثقافية لأول مرة مع زمينا وصديقنا نبيل بادا مرحبا بك نبيل مرحبا عبد السلام ومرحبا بكل مستمعين ريبا تفان شكرا على قبولك الحضور معنا بشكل مستمر كل حلقة نعمل ورقة ثقافية ورقة رياضية بالنسبة للورقة الثقافية باش نحكيه بالأساس على جميع الأنشطة المبرمجة من طرف دور الثقافة الرسمية بولاية المنستير مختلف دور الثقافة من مختلف المعتمديات نعملو رابيل للأنشطة اللي بش تسير أو للأنشطة اللي تنظمت خلال الأسبوع اللي تعدد والله ما ضابين احنا نحكيه على الثقافة في المستير نحكيه على الأنشطة اللي مش تسير والأنشطة اللي فاتت بتبيعة الحال لباش ياخدوا حظهم من يسكل تبقى احنا كما تعرف توفي اكتوبر احنا هو انطلاق الموسم الثقافي بالنسبة للنشاط الثقافي ونشاط المندوبيث الثقافة تركز ديما افتتاح الموسم الثقافي هي في شهر اكتوبر كما طوى بكري العشية كنا في المركب الثقافي في المستير فما ملتقى الفنون السابعة نظموا المركب الثقافي المستير مع جمعية الريبات الفني في المستير تظهر مزيانة برشاة الفنون السابعة هو تداخل عدة فنون نحكيه عليهم الفن العمارة الفن النحط فن الفنون التشكيلية في السينما في الرقص وكانوا حاضرين مختصين ودكاترة وعملوا مداخلات ومع الرواد المركب الثقافي تظهر اتعداد حلوة برشا كنا نواكبه فهي يمكن التوقع متواصلة فهي لنقاش فهي إضافات مبدعين في الاختصاص وفهي التكريم على شرف المشاركين نمشيه مثلا في بمبلا فما افتتاح الموسم الثقافي اليوم وغدوة لأيام الفن ببمبلا فهي عروض موسيقية ورشات ومعارض وعروض مسرحية كما زاد في ابن حسان ملتقى الوطني للشعراء الشبان ثمين وثلاثة نوفمبر نلقا فيهم ندوات فكرية قراءات شعرية في إطار مسابقة لقراءات شعرية للشبان في ابن حسان خاطر ابن حسان معروفة ديما في الخيمة الشعرية في بحجر زاد فم ملتقى الفنون هذي في برنامج هو مدن الفنون ضمن برنامج تونس والمونستير مدينة الفنون ثم دورة ثانية 2 نوفمبر في اللي بقالتها بيعيون تظاهر اسمها تحت عنوان بيعيون فنان أو بيعيون أهاليها من 1 أكتوبر حتى الـ 2 نوفمبر دوم مشهر كامل فهذا زاد جميع اختصاصات وجميع الفنون وجميع التظاهرات في الشعر في الأدب في المعارض نلقاو كل شيء ما يخفاك زاد المكتبات العمومية عند الحظة تحتفل المكتبات العمومية مستير الأيام الجهوية للمطالعة من 27 إلى 3 نوفمبر في إطار زاد كيف كيف برنامج مدن المونستير مدن الأدب نرجع المستير غدوة عنا عن عرض لأول العرض الأول اللي شاريت عرائس الخوف للمخرج الكبير نوري بوزيت غدوة من الـ 6 تلعشية بالمركب الثقافي كيف كيف زاد عرض مش يكون 8 نوفمبر جوكير 5 تلعشية العرض لعرائس الخوف يكون عرض لحد 3 نوفمبر وبالنسبة لعرض شاريت جوكير بشيكون غدوة 5 متى العشية بالمركب الثقافي بالمونستير في إطار في تبيع الجي سي سي ما كتعرفوا متاع الجهل الأسبوع متاع الجي سي سي في تولس شكرا نبيل على هذه الورقة الثقافية دعوة لكيفة الأولياء خاصة اللي يسمعوا فينا إلا من ابني حسين عندهم تظاهرة في ابني حسين ماذا به الصغيرات وابني حسين وهو توأحنا دجاء ما زلنا في عطلة معناها ماذا بينا إذا كان يشركوا ويرغبوا الصغيرات في المجال الثقافي في الأنشطة الثقافية في المسرح في الفن في الشعر في السينما في الموسيقى يعني ماذا بينا إذا كان شبابنا يهتم أكثر بهالأنشطة هذه فرصة عب السلام فرصة خاصة ترجع الدول الثقافة تخدم يوم السبت تنشطني يوم السبت والأحد أهم حاجة أهم نقطة هي وموجود موجود طوال تضافر الجهود خاصة تحت إشراف المندوبية وسيمهدي معطلة المندوب الجاوي مشكور برشا الدعم الكبير ووفر ووفر أساذة بالاختصاص ووفر في أي اختصاص تلقى هو رهو للأمان نبيل المستير كلاسي برمي ديما اللي تروى معناها برمي جوفيرنورا في المجال الثقافي من حيث عدد الأنشطة ولا كالي تيم تعل الأنشطة من حيث نوعية من حيث زاد الإدارة الإدارة عندها شأن كبير كونه نجاح هذا من نجم يكون كان بوجود إداريين ومسؤولين وإطارات رفعة على رأسنا سيمهدي معطلة كما قلت لك تحية من خلالك صديقنا المندوب الجهة والشؤون الثقافية بالمنسير سيمهدي معطلة هذه الورقة الثقافية مشكور مرة أخرى نبيل رحبو بضيفنا للتحق بنا أيضا بشيكون عنا حيز للمجتمع المدني وأي مجتمع مدني جمعية أزرقون الكبير وما أدرك تفضل سيد أحمد مرحبا بيك أحمد غديرة الرئيس السابق لجمعية أزرقون الكبير وحاليا شنو البوستلات مثله مش المخلوع السابق احنا ما نقولوش المخلوع أمين المال أمين المال بيه سيد أحمد شنو عندكم جديد في جمعية أزرقون الكبير صعر مرحبا بيك وياهب السلام بجميع المبحرين على أمواج إذاعة رباط أفهم أخونا مصطف أخونا نبيل بالنسبة فما صار برشة جديدة في الدنيار ما معنا على مستوى البيئي في جمعية أزرقون الكبير صار لنا حدث يعني إكسبسونال برشة اللي هو نيديفيكاسيون تعشيش متعص لحفات بحرية خضراء لتورتيفيرت في الأصل ما تعشش معنا في الريف السود متع الميدي تيراني معنا متواجدة في تركيا في الجريس في الشيبر يبقى في الجيش تصل بنا تلميذ بهاء ويقربك في قصر هلال بهاء الدماثي ربنا جحن وجوله تحية تصل بنا معنا شاهد كان شاهد عيان على عملية معنا التعشيش تصل بجمعية أزرقون الكبير جمعية مشات واستحبت معها يعني ثلة من الباحثين يترأسهم يترأسهم في عيما تجريبي و معنا وحينيا قمنا بعملية كاملة متع متابعة للعش هذا خطر أول مرة يسير مش في تونس كهوة لكن في شمال في شمال الإفريقية تعشيش السلحفات النواع هذا اتصلنا بالمركز الأنشطة الإقليمية المنطقة متعب حماية خاصة اللي هو تابع الأمم المتحدة تابع الكون وقمنا بالمتابعة مدة شهرين وصار التفقيص معنا خرجوا لبيبي تورتو نهار 15 15 أكتوبر هل عدد المتابعة هذه من سلحفات في تونس أم لا سلحفات تدخل تونس فقط تدخل الميدي تيراني ما تعشش يعني أول هذه أول مرة في تاريخ والله يحنا ينجم يكون برشة حاجات احنا رجعنا حتى على على التغيرات المناخية هي تعشف على في بلايس أبرد منها يعني ممكن مع التغيرات المناخية ولا تنجم تهبط الهون يبعون يزم تصير فما روشيرش في البحث علمي في هذا دونك كنا السلحفات باظت في ثلاثة أوت والأعظم يعني فقص في يوم 15 15 أكتوبر من ثلاثة أوت لـ 15 أكتوبر يعني هما دو دات رمزية قوية برشة هذه يعني إن شاء الله الشتلة لفاقس الشتلة به تعسو لحفيت هذه هذه على مستوى على هذا زادة كيف كيف عن السنية يعني عن حدث متميز جدا 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 مع الأسف نحن مستغل ناشي كنفينابل ما اللي هو العدد الكبير برشم تاعة الفلاموروز النحام الوردي اللي متواجد فيه حتى اللي يتعدى سمحني أحمد اللي يتعدى على طريق مجزيسة يلاحظ معناها النومبر إينار يعني تاعة التعداد الشتوية تعمل جمعية أحباء الطيور هي جمعية شريكة لجمعية أزرقنا الكبير تصل ببلدية المونستير تصل برئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة اللي هو السياح مدغديرا وعملنا جلسة في عملنا جلسة يعني في الغرض حبينا نعمل ونقوم بأكبر عملية تحجيل وترقيم معنى الجيفينيل للصغار النحام الوردي مع الأسف يعني ما توصلناش بش النجم ونعملوها العملية هذه على خاطر يعني خفنا على الملاحة الجوية بما أنه الموطن التعشيش متاحهم كان محاذي للمطار اللي بيست متاع الطيران هذا كنا نجم نستغلوها معنا المكان ذاك للسياحة البيئية نجم نصمنوها كيف ما قلت انتي كل واحد يتعدى يعجبوا المنظر كنا نجم نعملوا بسير بوان خم إن شاء الله العام جاي نحاولوا نحضروا لهم عشوش ارتيفيسيال نحطوهم أبعد ربي سؤال أحمد سألوها عديد الأصدقاء قالوا لي شنو ياكلوا كيف شافوا المنظر المستير متعدية من غادي بمالدو فتشوف المنظر مزيان إذاك يقول لك شنو ياكلوا وعليش عاشوا غادي شو اللي يكلوا الفلاموروس الفلاموروس برغم اللي هو كبير برشة طائر من المنطائر كبير في الحجم المتاعه يعني من الجناحات المتاعه من الجناح من الطرف للطرف يوصر حتى لزوزميترو هو يكل يعني كيف الارتمياء تتسمى معنى كل كروفيت صغيرة موجودة في الثبخة ودجا هي الارتمياء هذي اللي تريريش من البتا كاروتان وهو ذاك السبب بتاع تلوين اللون متاحه هو في الأصل موش وردي معنى الكولوراس هي بتا كاروتان معنى اللون متاع الكاروت هذك هي جاي من الروز هذك هو في الأصل لون أبيض بالماكن هيك هو يولي رؤس صحة على السؤال شكرا سياح كيف كيف فما إفنمون آخر اللي تخدم تعمل في المستير الجمعة اللي فاتت اللي هو استقبلنا البلو باندا اللي هي انفوالي يقوم بعملية يعني التوعية على عدم ولا التقليص من استعمال البلاستيك الفوالي هذا خرج من فرنسا مشي مشي لشيبر ومشي لتركيا ومبعد جي المستير في تونس ومبعد بشي خرج من المستير يمشي مباشرة التنجة في المغرب يعني هذا كان من تنظيم من تنظيم صندوق العالمي للطبيعة والفوالي متاحهم هما وتعداد يعني ورشات برشة ورشات جاو صغيرات وجاو كبار وتصح تزدرف كيف اتفاقية مع ما بين صندوق العالمي للطبيعة والوزارة ما بين صندوق العالمي للطبيعة وخمسة بلديات في الإطار هذا في إطار الحد والتقليص من استعمال المواد البلاستيكية اللي هما بلدية المستير بلدية حمامات بلدية نابل بلدية الهوارية وبلدية الكرم وجاو الكل وصح وطفقية قبل ما نتعدل معك زميلي مصطفى وخاصة أنه أنه أنت يريد قريب من جمعية أزرقون الكبير وتابع عن كثب الأنشطة متاع الجمعية ناخذ رايك أنت على الأنشطة في الأنشطة التي قاعدت تقوم بها الجمعية هذه كالابور قاعدت فيها الجمعية هذه للمنستير بشكل خاص ولتونس بشكل عام نسمع أمير الغناء العربي هنا نرجع مستمعين الكرام مع الدكتور مصطفى بكير دكتور مصطفى كان سيد أحمد غديرة يحكي على الأنشطة متاع جمعية أزرقون الكبيرة نعرفها شخصيا جمعية من 2011 وكنت من الأعضاء المؤسسين في الجمعية هذه كان تعطينا رايك أنت بعد ما نوعا ما التحقت بالجمعية وتقربت منها أكثر كيفاش نوعية الأنشطة متاحها شنو لابور لذيفو للجهة بشكل خاص ولتونس بشكل عام شكرا عبد السلام الحقيقة نحب هنا نوه بالإدارة الإدارة يعني ممتازة جدا فما تناغم كبير ما بين العمل الميداني يعني عمل تطبيقي بش نعطيك شوية فما الإدارة فما الأعضاء المؤسسين متاع الجمعية لكل حركة دقوبة فما نشاط كبير برشا لحد الهاخ لأن هنا نحب نقوله حاجة اللي الجمعية السيف كامل مرتحوش حتى نهار يعني موزعين بين العمل الميداني في مدينة المونستير بين تنظيف الشوارع عمل ميداني في المعهد البحار العمل الميداني خاصة في محمية قوريا متبعة السلاحف فما الإزاكتيفيتين متاع السنسبيليزاسيون يعني التوعي متاع الأطفال العمل الميداني مع البحارة هنا للأنشطة الأنشطة متنوعة متنوعة جدا الفرق اللي جماعية الزرق الملكبير عندها السيطة المحلي والجهوي والوطني وخاصة توحد على إيشانات عنسيونال والت معروفة وهي والت روبير على صعيد الدولي خاصة اللي أكثر الأنشطة موجهة للنشاط البيئي بصفاء عامة هنا نحب نحكي لك حتى على التروي كاتيجوري فما للسينيور اللي هي الإدارة والأعضاء اللي ينشطوا فيها بصفة دورية فما الجنيور يعني هذي دزام كاتيجوري يعني تبركي لعليهم شبين يحبوا يخدموا وخاصة اللي هما برغبة كبيرة وإحنا بتبقى الحال إذا حاجة تحبها تنجم تعملها بكل حب إذا حاجة متحبهاش مش لازم فما للتروي كاتيجوري هي متع الكيتس قاعدين يتعلموا العمل الجماعيتي والعمل الميداني لهناء نداء لكل الآباء في مدينة المونستير وحتى الأحواز المتاحة وحتى النطاق الوطني رهي الجمعية هي جمعية بيئية بالأساس ولكن جمعية تثقيفية جمعية تعليمية اللي يدخل ما يخسرش بالعكس يولي عنده حنين خاص للأنشطة هذية عندكم فاش فيسبوك تواكبوا العمل عن طريق الفيسبوك خاصة واضح شكرا مصطفى فيتفي نحكي وعالليزاكتواليتي متاع الجمعة الاخرة ناخذوا ليزاكتواليتي من عندي ونشوفوا ليزاكتواليتي اللي عندك نقشوهم في خمسة دقائق ثم نختموا بالورقة الرياضية مع زميننا نبيل خاصة السور إلا من داخل قصر الرئاسة شفنا زيارات مختلفة لعديد الشخصيات لقصر رئاسة الجمهورية ولا أثار جدل واسع شفنا مثلا شكون دخل أو شكون دخلة لقصر الرئاسة وساكم تاحها محتوط في جنبها في القاعة بجنب رئيس الجمهورية وشفنا أيضا نائب سابق معناها قاعد في قاعدة ما هيش محترمة لا تليق بمؤسسة رئاسة الجمهورية لنك لهنا نحبو نعرف برشا مواطنين تسائلوا على نواقع التواصل اجتماعي قالوا ما يتعديوش الناس هذوما على المراقبة معناها شكون يعرف شنو في ساك وكيفاش يدخل ساك ولا ما يدخلش هنا عديد التساؤلات اللي ترحوها أيضا صور لأعداء الدولة الوطنية والمشككين في دولة الاستقلال وفي استقلال تونس اللي هما مصورين وهذه بالحق فيها مساج معناها سامبوديك برشا شفنا مثلا نائب جديد طول عمره يسب في الزعيم الراحل في برغيبة في الآخر كيتخل القصر حتى الصورة اللي هخرش فيها هو وراه صورة الزعيم الخالد الحبيب برغيبة يعني تاريخ لا يمحي من تونس أيضا خبر دولي الأسد يهدد المحتل التركي بالحرب إذا لم يغادر سوريا هنا نزلته جريدة إلكترونية سكاي نيوز عربية هنا نحب نذكره كونه كل من راهن على زوال منظومة بشار الأسد أو نظام بشار الأسد له نظام يعتبره العديد نظام وطني وجيش العربي السوري هو اللقاد الملحمة هذية وهو اللعرق المخطط الكبير متاع الربيع العربي لون كلهم رحلوا وبقي بشار الأسد نتعدى الإقالة الزبيدي هناك كيف جريدة الحرية العنوان إقالة الزبيدي كانت مهينة وغير مشرفة ضربت صورة رجالات الإدارة والدولة هذا المقال نزلته الجريدة الإلكترونية الحرية وهذا نحكيه على سي عبد الكريم الزبيدي وتصريحاته شخصيا خذنا لكم منها الرزيومي فيما يخص الإقالة متاعه لونك أيضا نحكيه على ترهيب الصفحات المنتقدة بين قوسين لقيس سعيد لونك لهنا نحكيه مع احترامنا لكل من أفرزه ولكل ما أفرزه الصندوق لأن الناس نؤمنوا بالديمقراطية لأن الناس نؤمنوا بإرادة الشعب وهذا معناها أشدنا به بعد 2011 دايور الحاجة الوحيدة اللي أشدنا بها بعد 2011 هي حرية التعبير وحرية اختيار المسؤولين والحكام دونك لهنا بربي معناها لفت نظر للديوان الرئاسي للأستاذ قيس سعيد دونك الحملات التشويهية اللي قاعدة تقوم بها الأنصار نقول الأنصار لأنه كيف تشوف مصطفى الكم الهائل متاع الكومنترات اللي يسبو في الصفحات إلا تنتقد أو لما هيش في نفس الخط مع الأستاذ قيس سعيد يعني تشوف كلام زيد تشوف ماس من الأعراض تشوف هاتك أعراض تشوف 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 شتم يسبو حتى للأباء والأمهات نتال الإعلاميين معناها ناس وشفنا نحن زمين تحية لزمين محمد بغلب كيف كيف لتعرض الحملة التشويهية كبيرة دارت حتى مؤخرا للمفكرين الأستاذ والدكتور والأكاديمية أولفا يوسف كيف تعرضت الحملة مهينة ما بين البارح واليوم هنا ماذا بينا إذا كان ديوان رئاسي يعني لفت نظر بسيط كما قلت راه هذوما يشوه بالعكس يشوه سورة المؤسس رئاس الجمهورية يشوه سورة رئيسنا رئيس الجمهورية التنسية أحب من حب وكره من كره وأفرزه الصندوق ما زلنا ما نعرفه حد شي هنا نشوفه هنا نتبعه هنا ماذا بينا إذا كان ما نعرف هذوما قاعدين وحدهم لأنه توقف تشوف مثلا المصطفى تتبع تلقى تدوينة عليها 1500 كومنتي لكل هم سبين تحل بالبروفيل بالبروفيل تلقاه الفوتو بروفيل متاع السيد لسب تلقى معها سأنتخب قيس سعيد ولا تلقى معها الأستاذ قيس سعيد اللي هو أكاديمي وأستاذ جامعي ومشهود بكفاءته إلى آخره أما ماذا بينا إذا كان ديوان الرئاسي يتلهاب النقطة هذه والقايمين على حملة الأستاذ قيس سعيد أيضا يتلهاب النقطة هذه بعد الحملة لطالة الإعلاميين كيف كيف وحملة تكفيرية أيضا وطالة المفكرين والمثقفين نحكي وتوى على تشكيل الحكومة اللي هو ما زال في العام وما نعرفه حتى شي حركة شعب ما زالت بين أخذ ورد اعتلاف الكرامة يقول لك أحنا ما نجموش نشاركه في حكومة ما فيهاش حركة شعب وتيار الديمقراطي التيار الديمقراطي من غادي يقول لك ما نجموش نشاركه في حكومة رئيسها من حركة النهضة ما زال المد والجزر وما نعرفوش شو مخبي في الأيام القليلة القادمة نرجع لسي عبد الكريم وزير الدفاع السابق اللي حكي مع زميلتنا مريم بالقاذي وحكي على كيفية الإيقالة متاعه اللي اعتبرها هو غريبة ولكيف كيف تسائل عليها عدد وكم كبير من التونسيين حكي على جاهزيته للخروج من المسئولية في أي وقت قال له مستعد لأنه مقتنع أن المسئوليات في الدولة ما هيش دائمة قال وأنه يوم إيقالته شاف رئيس الجمهورية بطلب من سيد رئيس الجمهورية ولقاء هذا دام ساعة من زمان تقريبا وقال كونه كان لقاء ودي وإيجابي جدا هذا يا حرفيا انقلته على سي عبد الكريم الزبيدي قال قدمت استقالتي في تسعة أوت وراه الأمانة عندك هذي الكلام اللي تواجه به سي عبد الكريم الرئيس الجمهورية وراه الأمانة عندك أنت وماذا بي كانت تفعل لي الاستقالة هذه يعني هو كان راغب في الاستقالة قال لي سي عبد الكريم هذا توما نقل على لسان سي عبد الكريم الزبيدي رئيس الجمهورية قالوا لا يا سي عبد الكريم هذا يا أوردو كيستيون ورانا نكملوا مبعضنا الفترة هذه وطلبت مني بيش تتحسن الأجواء مع سيد رئيس الحكومة قال إني رئيس الحكومة ما عنديش معا حتى مشكلة بخلاف اللي تالني في الفترة الانتخابية من تشويه من ترفج معتو هو على علم بالشي هذا هذا قالوا سي عبد الكريم سبيدي قال المهم مخرجت من بحث رئيس الجمهورية امتثلت للأوامر طلبت مدير ديوان رئيس الحكومة وطلبت منه لقاء على ظهور الكلام لدار بيني وبين سيد رئيس الجمهورية ما رعني إلا رئيس الجمهورية تتصل بي وتقولي السيد الرئيس سيد رئيس حرفيا يقوله إلى بعض مشاورة مع رئيس الحكومة شفنا أنه من مصلحة البلاد ويقع تحوير وزاري يشملك أنت وانت معني بالتحوير قالوا برك الله فيك برك الله فيك هذه مزيئة الحاجة الثانية اللي قالها سي عبد الكريم سبيديو نختم بيها قال إلي مفهمتوش الواه ناداني وهو أتوجه بها لسيد رئيس الجمهورية قالوا الواه لديتني في اللونتورتيان هذين متاع اليوم ساعة كاملة كيف أنت عندك الفكرة هذه قال أيضا سي عبد الكريم سبيديو نختم بيها شي يختير أنه رئيس الجمهورية يخذ قراره ومن بعد ساعة ناخذه أحنا قرار مناقف أو ياخه هو قرار مناقف بمئة وثمانين درجة كان سيد رئيس الجمهورية متمسك بوزير الدفاع وبعد لقاءه برئيس الحكومة قالوا راهوس يا عبد الكريم يلزمك تتنحى وبعد المشاورات مع سيد رئيس الحكومة هذا ما نقلا على لسان سيد عبد الكريم سبيديو لمشي اللاكتوريتين لعندك مصطفى في نفس الإطارة بالنسبة للوزارة الخارجية في نفس المدة الزمنية ما بين إقالة وزير الخارجي أنتوس تتسلم في الدورة 36 أسلم مؤتمر الوزاري للفرنكوفونية من أرمينيا بالذات الخاميسة 31 أكتوبر لمدة سنتين تتزام مع قمة تونس للقمة الفرنكوفونية أنه رقم 18 لهنا أحنا تونس بالبعض الحال مع 88 عضو نشكلوا القمة الفرنكوفونية وأحنا تابعين المؤتمر والمؤتمر المجتمع الفرنكوفوني هذا الخبر الأول يعني هي الطرفة ليس وزير الخارجية اللي يمشاء لكن الوزير الخارجية بالنيابة الخبر يقول هذه الفقرة اللي احنا اخترناها عبد السلام اليوم مشروع وثيقة تعاقد الحكومة اللي قدمته يعني حركة حزب النهضة في خمسة خمسة نقاط النقاط المفصلية مكفحة الفساد عزيز الأمن وتطوير الحكومة نقطة ثانية مقامة الفقر ودعم في آية الهشة ومتوسط الدخل نقطة ثالثة تطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية النقطة الرابعة النهوض بنساق الاستثمار والنهوض بالتشغيل النقطة الخامسة استكمال وسائل الدولة وتركيز الحكم المحلي هي وثيقة في عشرين صفحة وموجودة على الانترنت يعني الناس كلها تنجم تطعليع عليها ولكن الخبر يقول والنتيجة تقول اللي بنسبة للسيد محمد عبو كأمين عام حزب طيار الدموقراطي والناتقرس باسم حزب طيار الدموقراطي يقول هذه الوثيقة هي حبر على ورق يعني حسب تعبيره بتباية الحال هي مبادة عامة لا تستقيم إلى مستوجبات الحكم الجديد بالنسبة لحركة الشعب أيضا فما تملمه الكبير وحتى حزب الاتلاف والكرامة هو في في تفاوض لأننا احنا التونسي يتسائل حزب حركة النهضة أخذ مقاريد الحكم وبتباية الحال هو اللي في شكل الحكومة متاعه شنين تشكيل الحكومة شنين الأطراف اللي في ش تكون فيه بعد شهر ممكن نستنعو نستنعو الإجابة فما لهنا الخبر الرئيسي الثاني هو خبر سيء جدا 24 رئيسة بلدية يستقيل لهنا إذا منعرجوا على الأموال التي هدرت بالنسبة بعد الاستقالة هذه احنا الانتخابات البلدية اللي يشاركوا فيها طبعا نحنش نشارب الضبط المجلس البلدية في كامل طراب الجمهوري أخذت يعني بدرت الشغل متاحهم ولكن بعد 24 رئيسة بلدية فما انتخابات جديدة كيفاش احنا نتعامل معه نهيك 24 انتخابات جديدة بسي تصير حسب الخبراء فما أكثر من مليار ومئتين مليون يزنهم ترصدهم الحكومة التونسية أو الدولة التونسية لإعادة هذه الانتخابات آخر خبر نكمل بها عبد السلام وزاة داخل الإيطالية تستقبل 379 مهاجر غير رسمي وصلوا الإيطالية بطرق غير قانونية بطبيعة الحال مقابل ترحيل 243 التونسي إلى التراب التونسي لهنا 279 مهاجر استغلوا الظروف اللي عاشتها تونس هي الظروف استثنائية في انتخابات الرئاسية الأولى الفترة الأولى والفترة الثانية استغلوا يعني الفترة هذه وهاجروا من تونس الأخبار أيضا تقول بالنسبة للفضيحة الكبرى شركة نقل التونس وشركة نقل بالساحل أخر الأخبار تقول أن فما اختلاسات حسب الخبراء في المرافق العمومي أكثر من 15 مليار وقع اختلاسهم على فترات عديدة من 2011 حتيك التوع فما موظف تابع الشركة النقل بتونس وقع حسب النيابة العمومية سجنه بالتباية الحال إلى حين استكمال الإجراءات 15 مليار مش شوية اليوم موزير النقل تكلم في شمس أم فام في السباح لما يبرر الموقف ولكن قال هي إجراءات عادية وإن شاء الله مع التدقيق المالي اللي قاعد يصير في مختلف الشركات والمرافق العمومية في مختلف الوزارات ربما الحسب رئيسة الجمهورية فما إيقالات عديدة في مختلف المرافق الوطنية وفي مختلف الوزارات في أي من قاد ما يشتعطينا النتيجة بتطبيق حتيك سحة مصطفى تون نختم بالورقة الرياضية مع زميل نبيل بادا نمشي معك